لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله حده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد ما يستحب للمعشك فيه وما يكره يستحمل المعتك في أن يكثر من نوافل العبادات ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء ونحو ذلك من العبادات والطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل المرء بخالقه ومما يدخل في ذلك دراسة العلم لأن ذلك من ذكر الله ذكر الله بأوامره ونوهيه كما يتضمن ذكر الثناء وذكر الدعاء ذكر الأوامر والنوهي دراسة العلم واستذكار كتب التفسير والحديث وقراءة سير الأمرياء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين ويستحب له أن يتخذ خباءا في صحر المسجد اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أمكن ذلك واتسع المكان ما إلا فقد لا يمكن وأو قد يكون هناك كثرة من المعتكفين فلو اتخذ كل منهم خباءا لأدى ذلك إلى عدم كفاية المكان فالخباء ليس واجبا فضلا أن يكون شرطا أو ركنا ويكره له أن يشغر نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل لما رواه التلمذي وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه حديث حسن ويكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله لحديث ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستضر ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري فلا أشرع التقرب إلى الله تعالى بالصمت والإمساك عن الكلام سواء للمعتكف أو غيره شريعة من قبلنا كان يصح الندر بذلك تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية هذا ليس من شرعنا شرعنا مروه فليتكلم ومن قرأ القرآن لم يكن صامتا وكذلك إذا سلم عليه أهد فرد فرد عليه السلام لم يكن صامتا هي مكتوبة خطأ هي فرد عليه السلام مش الانتي تكتب بعد الأنبياء لم يكن فرد عليه السلام أن يكن صامتا أما الصمت التام فلا يسلم على أحد ولا يرد على أحد ظن منه أن ذلك مما يقرب إلى الله فالظاهر أن هذا الأمر بهذه النية يحصل به معنى البدعة فضلا أنه منهي والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي إسرائيل مره أمره فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صوما فلم يأمره إلا بالعبادة المقصودة وإصيان وأما ما ظنه هو قربة لله مما لم يشرعه الله لكنه من باب تعذيب النفس فهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار فيه إذ ليس في الشريعة الإسلامية تعذيب للنفس وإنما الصيام تهذيب لشهوة الطعام والشراب والشهوة الجنسية أما الصمت والقيام والوقوف سواء في الشمس أو في الظل فهذا كله ليس قربة في حد ذاته القيام المشروع قيام في الصلاة إن هو يقف في الشمس وهو يحج لأنه يسير في الصحراء ويقف في مكان إن أحب أن يقف في موقف الصحرات في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقف في الشمس لكن ليس مقصودا لحد ذاته فلذلك قال مره فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه فالوفاء بمثل هذا النذر غير مشروع لأنه لا نذر في معصية الله وعليه كفارة يمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين حتى ولو لم تذكر في هذا الحديث في حديث أبي إسرائيل لكنها ذكرت فيها حديث أخر صحيحة وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل لا يسمى يتيما بعد أن يحتلم بعد أن يبلغ ولا صمات يوم أمين بش حد يقول ساكت لغاية الليل زي معادي الصيام كده يقول أنا حمدر ساكت هوه أبو داود صح والشهد أي من احتلم من الغلمان والجواري لا يسمى يتيما بعد البلوغ واليتيم في الأصل هو من فقد أباه دون البلوغ فإذا بلغ فليس اليتيم لكن قد يسمى يتيما باعتبار ما باعتبار الحاجة واعتبار عظم القدرة على الكسب كما قال تعالى وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم إليهم يعني إلى اليتامة فادفعوا إليهم أموالهم فهم قد بلغوا النكاحة وسموا يتامة كان وصفه فقد بلغ النكاح وسم يتيما بهذا الوصف هو سم يتيما ليه في الآية لأن الإسلام يعني يحتاج إلى أن يقبض ماله ويستلمه وتكسب وقال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكيحوا ما طاب لكم من النساء من النساء إن خفتم ألا تعدلوا ألا تقصطوا في اليتامة من النساء التي لو تزوجتها لم تعطيها مهر مثلها فانكيحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن فسمها يتيما وهي إيه وهي تزوج فهي قد بلغت يعني في الأغلب يعني يستصحى بالصفة حتى أنت في العجز صحيح يستصحى بالصفة لغاية أنت في العجز الذي من أجله أصف بهذه الصفة وقوله لا صمات إلى الليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصمات لا صمات فيه أن النبي قال نهى عن الصمات والسكوت إلى الليل فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك يعني لكي لا يكلم أهل الفساد فنعم أي إذا أتم صومه كله لا يتكلم فهو الصامت إلى الليل وهذا لا يشرع فيه خطأ فيه خلل في الكلام هنا المكتوب مخلف لا صمت إلى الليل إنهاه أن يصمت إلى الليل لأن هذا موضع الصيام وإنما يشرع الصمت في من اعتزل أهل الفساد فوجدوا وسطهم ولا يستطيعوا مفارقتهم يبدل ليسكت ويكلهمش والله أعلى وعلم ما يباح للمعتكف يباح للمعتكف ما يأتي الخروج من المكان الذي هو معتكف فيه إلى باب المسجد لتوديع أهله وليس أن يخرج خارج المسجد فعن صفية رضي الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت انقلبت يعني رجعت أرادت أن ترجع فقام معي ليقلبني ليقلبني ليردني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيت فمر رجلاننا الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسليكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله رسول الله يعني لماذا تقول إنها زودتك ونحن نعلم أنه يستحيل أن يقع منك محرم إنها طبعا منتقبة ليس أظهر منها شيء فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شرعا تفقنا على صحته ولا يصح ما ذكره بعض العلماء من أن الاعتكاف لا يفسد بخروج المعتكف من المسرد لتوديع أهله وتوصيل زوجته إلى منزلها فإن الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالفعل من المسرد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم مقاما مع صفية ليقلبها أي إلى باب المسرد وكان الدار أسامة قريبة فكان ينظر إليها وهي ذاهبة فلم تكن ثم ضرورة تستدعي خروجه من معتكفه ليوصلها إلى البيت فإن المدينة فيها أمن والنساء كنا خرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع مناصع مكان قضاء الحاجات بعد البقية وقولون صلى الله عليه وسلم للرجلين على رسليكما إنها صفية فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بهما فهو خشي أن يظن به سوء أن أشر فيكون في هذا هلاكوهما بسببه بسبب هذا الشر فأشفق عليه ما فقال ذلك الرواية اللي في الصحيح كده يباح للمعتكف ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعث والدرن ولبس أحسن الثياب والتطيب والطيب قلت قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة زي فيه جباك كده مثلا أو من خلال الباب يناولها رأسه يعني يدخل رأسه جوال إيه جوال حجرة فأغسل رأسه هذا دليل على تكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المسجد هو يحتاج لغسل رأسه يطلع رأسه في منزله في منزل بيت حجرة عائشة ولا يخرج بكامله يبقى الناس اللي إيه اللي بتهمها معتكفا عايزة تاخد دوش كل شوية أخذوا لكم دورات المياه خارج المسجد في أي مكان في أي مسجد لأنه لا يجوز قضاء الحاجة فيه في المسجد يبقى الجزء بتاع الحمامات ده خارج المسجد يقول لك وإنه ضف فيها إيه طبعا رسول الله سلم يريد أن يتنظف عمل إيه أخرج رأسه فقط ليبقى جسمه غالبه داخل إيه المسجد ننتبه لذلك لذلك نقول شرط هذا أن يكون في المسجد وكونه صلى الله عليه وسلم يتكلم أن يدخل رأسه من الشباك أو نحوه في الحجرة وجسمه في المعتكف دليل على أن المعتكف لا يخرج من معتكفه لمجرد التنظف وإنما يخرج للطهارة الواجبة يعني المكان بتاع الطهارة الواجبة واللي يمكن أن يتوضأ فيها أو يغتسل فيها خارج المسجد لا بأس أن يخرج لو يخرج يجدد ضوءه لا ما ينفعش لأن ذلك ليس واجبا عليه فلا يجوز أن ينقض الاعتكاف لأجله وهذا الحديث يدل على أنه لو خرج رأسه أو بعض جسده لم يضر ذلك اعتكافه كالمناولة كأن يخرج شخصه من داخل المسجد يده ليناوله من من بيخرج المسجد شيئا فلا يضره هل يشتري حاجة يجيب المياه على باب المسجد ويبعدين يديلون الفلوس برة ويقبض السلعة برة ودخلها الخروج للحاجة التي لابد منها قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله تسرحه تغسل رواية وتسرح رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قضاء الحاجة وعنها رضي الله عنها قالت والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لابد منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا اعتكف إلا في مسجد جماعة صحيح ظاهره أن له حكم رفع إذن فمن السنة أن لا يخرج المعتكف إلا للحاجة التي لابد منها فلا يخرج لعيادة المريض أما إذا سأل عنه ينظفها لأنه ما ينفعش ينظف في المسجد لأن هذه الأمور من الواجبات ومن شروط صحة الصلاة مع العلم بوجود النجاسة والقدرة على إزالتها يلوز للمعتكف أن يخرج لشراء ما يحتاجه من طعام وشراب كما في المسجد الحرام لا يسمح بدخول الطعام ويحتاج كثير من الناس إلى أن يخرجوا فيأكلوا في الخارج فيمكن أن يخرج ليأكل ثم يعود وإذا لم يرد أن يأكل من طعام يصنعه الناس مع بعضهم في المسجد يعني إحنا دلوقتي الناس بتعمل أكل مع إيه بيتعمل لهم أكل جماعي فهو لا مش عايز الأكل يلوز أن يذهب إلى بيته ويأكل ثم يرجع جاز أن يخرج إلى أقرب موضع أو إلى بيته ليأكل ثم يعود وللمعتكف أن يأكل واشرب في المسجد وينام فيه مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائث والبول لأن هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد وفي معناه الحادة إلى المأكل والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه وإن بغته القيء فله أن يخرج ليقيء خارج المسجد وكل ما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل يعني بقى إيه قاعد يأكل ساعتين وهو الحاجة لا نزم يشرب الشاي وأكل الفكهة ويعمل كل أو قاعد بقى مريح طال ذلك لا يكون قدر الحاجة لو حيخرج للطعام والشراب يبقى يخرج قدر الحاجة انتهت الحاجة انتهت روه يرجع تاني ويباح للمعتكف أن يلزم مكانا من المسجد ينصف فيه خيمته فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد إذن كان جوة المسجد مكان معين روه مسلم وعن أبي سعيد الحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية سدتها على سدتها خطعة حصير يعني ضرب خيمة مصنوعة في بلاد الترك سدتها ما يغلقها بابها في المقطع تحصير ها 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 ه ه ه ه ه ه ه ه وللمعتكف أن يعقد عقد النكاح في المسجد أما البيع والشراء في المسجد فلا إلوز لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك فالصحيح أنه لا ينوز المعتكف ولا غيره البيع والشراء في المسجد فالتبال الصواب تولي عقد النكاح لأنه رسول صلى الله عليه وسلم زوج الرجل الذي لم يكن معه إلا الإزار زوجه المرأة الواهبة نفسها بما معه من القرآن في المسجد ما لم يكن معتكفا محرما لأنه لو معتكف وهو محرم إبا لا يلوز له أن يعقد النكاح ولا خب ولا شيء ما يبطل الاعتكاف يبطل الاعتكاف بفعل شيء مما يأتي الخروج من المسجد لغير الحاجة عمدا وإن قل فإنه يفوت المكثة في المسجد وهو ركن من أركاني أو الركن الأساسي فيه الردة لأنه سب الدين فارتد مثلا خرجا من الملة فقد باطلت كل عمالي لأن أشركت لها وطن عمالك ذهب العقل بجنون أو سكر والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة لفوات شرط شرط التمييز في العقل وشرط الطهارة للحيض والنفاس في المرأة الوطء الجماع لقول الله تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربها ولا بأس باللمس بدون شهوة فقد كانت عائشة ترنجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وهذا لمس بدون شهوة أما المباشرة والمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد رحمه الله قد أساء لأنه قد أتى بما يحرم عليه في الاتكاف ولا يفسد واتكافه إلا أن ينزل وقال مالك يفسد واتكافه لأنها مباشرة محربة فتفسد كما لو أنزل وعن الشفعي روايتين كالمذهبين والراجح أنه قد أساء ولكن لا يفسد اعتكافه إلا بالجمع قضاء الاتكاف من شرع في الاتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاءه وقيل يجب والصحيح أن هذا القضاء مستحب وليس بوجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال لما أمر نساءه لأنه لما اعتكف العشر الأول لما رأى أخبيات زوجاته في المسجد لم يأمن نساءه أن يعتكف وكنا قد شرعنا في الاعتكاف ونصبنا أخبياتهم إذن القضاء الاتكاف اللي قطعه ليس بيواجب إلا أن يكون أوجبه على نفسه بنادر أو غيره وفيه إلا أن يكون أوجبه على نفسه فأما طيب إن كان أوجبه على نفسه فالقضاء واجب يعني افترض أن واحد نذر أن يعتكف ثم قطع اعتكافه ألول أبوك مات أو أبوك في العناء المركزة فقطع اعتكافه وهو كان ناذر يبقى لا بد أن يقضي ذلك الاعتكاف أصبح واجبا كالصيام طيب لو مات إما أن يقضي عنه وليه كالصيام وإما أن يخرج عنه كفرة النذر ده إذا مات لو نذر لو نذر والاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه العشر الأول من شوال على وجوب قضاء الاعتكاف إذا قطعه الإنسان وبعد الشروع فيه لا يستقيم لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فربما فعل ذلك على سبيل الاستحباب فلا ينتهد الاستدلال بفعليه صلى الله عليه وسلم على وجوب القضاء وقلنا لم يأمر زوجاته بالقضاء نذر الاعتكاف في مسجد معين من نظر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى واجب عليه الوفاء بالنذره في المسجد الذي عينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وإن نذر الاعتكاف في الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد الحرام والمسجد النبوي لأنهما أفضل وإذا نذر الاعتكاف في المسجد النبوي أجزأه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل وأما إذا اعتكف في المسجد الحرام فلا يجزو أن يعتكف في غيره أما إذا نظر الاعتكاف في غير هذه المساعد فلا يجب عليه الاعتكاف في مسجد الذي عينه واحد قال أنا نظر علي أن أعتكف في مسجد التقوى أو نور الإسلام مثلا لا يجب عليه الوفاء بالمكان يجب عليه أن يعتكف في أي مسجد شاء لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانا معينا وأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر إلا المساجد الثلاثة طبعا لكن ممكن يكون من جهة أن هذا المسجد العتيق يكون أفضل أو أن هذا المسجد أكثر جماعة أو ذهب إليه لدرس علم فهذا المحتمل فقد ثبت أن ما قلنا لا فضل لمسجد على مسجد إلا المسجد الثلاثة قال رسول الله صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة وإن ندر على اعتكاف في المسجد النبوي وشرحناها هذه كل مكان أفضل يجوز فيه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين